بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائنا وابناتنا طالب تطلبات الشهادة الأدادية وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة العنوم إن شاء الله النهاردة احنا بنستكمل موضوع العدسات مع بعض وعندنا النهاردة بإذن الله هنستكمل حالات تكون الصور الموجودة عندنا ولكن قبل ما نبدأ الكلام ده عندنا فيديو هنبدأ نشوف الفيديو بيوضح لنا موضوع العدسات زي ما احنا شايفين عندنا بالنسبة للشكل أو الموجود على الشاشة عندنا دلوقتي بالنسبة لي العدسة المحدبة زي ما احنا شايفين بنقول العدسة المحدبة بتعمل كمنشورين بيتقابلوا عند القاعدة ده شكل العدسة المحدبة الضوء لما بيسكت عليها بيحصلوا ايه بينفز او بينكسر وينفز متجمعا في نقطة هذه النقطة تسمى البور ده كده شكل العدسة العدسة المحدبة قلنا سميكة من الوسط ورقيقة من الاطراف وزي ما احنا شايفين هي عبارة عن زي ما قلنا منشورين ومتوازي مستطيلات موجودة عندنا بهذا الشكل زي ما احنا شايفين العدسة المحدبة بتجمع او بنقول عليها عدسة مجمعة لانها بتجمع الاشعة في نقطة اللي احنا بنسميها البور زي ما احنا شايفين اهو الشعاع اللي بيمر عندنا بالمركز البصري بينفز على استقامته دون ان يعاني اي انكسال ده شكل العدسة المحدبة لو جينا نوصفها بنقول عليها ايه بقى بصوا مع بعض كده عدسة سميكة من الوسط ورقيقة من الاطراف وهنا طبعا بتنتج من تقاطع كورتين اتنين النقطتين اللي موجودين عندنا دول دول بنقول عليهم مركزي تكور وجهي العدسة الوجه ده وهنا الخط ده او المسافة دي بنسميها نصف كتر تكور وجه العدسة المستقيم الواصل بين مركزي تكور وجهي العدسة ده اللي احنا بنسميه المحور الاصلي للعدسة وهنا النقطة اللي في النص دي او النقطة اللي بيزهرها باللون الاخضر ده بنسميها المركز البصري للعدسة أو قلنا عليها نقطة صد وهنا بتتوسط السطح بتاع العدسة النقطة الحمراء دي دي نقطة البقرة ودي نقطة تجمع الأشعة المنكسرة المسافة بين المركز البصري والبقرة بسميها البعد البقري دي العدسة الخط الأبيض اللي موجود قدامنا ده ده المحور الأصلي للعدسة لو حبينا نعمل مقارنة بين العدسة المحدبة السميكة والعدسة المحدبة الرقيقة هنا التحدب زيادة عن العدسة السميكة ونتيجة لهذا التحدب أو لكبر التحدب بيكون عندنا البعد البقري لها بيكون بعد بقري صغير البقرة بيكون قريبة من سطح العدسة وبالتالي المسافة بينها وبين المركز البصري بيكون صغيرة العدسة المحدبة الرقيقة بعدها البقري كبير زي ما احنا شايفينه في فرق بين البعد البقري للعدستين لتنين يبقى العدسة الرقيقة بعدها البقري كبير العدسة السميكة بعدها البقري صغير العدسة المحدبة بنقول عليها عدسة مجمعة لو احنا جمعنا عليها أشعة الشمس زي بالمصدر ده كده أو بالمنظر ده بيحصل إيه الأشعة بتتجمع فيه البقرة لو حطينا بقى الورقة عند البقرة حصل إيه للورقة بتحترك أو تبدأ فيه الاشتعال ولذلك العلماء أو هنا بيحذروا من النظر المباشر لأشعة الشمس لأن لو احنا العدسة بتاعت العين عدسة محدبة فلو ما بننظر للشمس طبعا بتعمليه بتأثر هنا وبتعمل حرق ليه الشبكية وطبعا الشبكية دي اللي بتكون عليها الصورة واللي بتخلينا نشوف يبقى ده عندنا بالنسبة للعدسة المحدبة هي عدسة مجمعة للضوء بهذا الشكل عندنا زي ما احنا شايفين نبدأ نشوف نوع آخر من العدسة وهي العدسة المقعرة وبنعليها عدسة مفرقة لأنها تفرق الأشعة لو بصينا كده على عدسة المقعرة هي عبارة عن منشورين ولكن يتقابلان عند الرأس ولذلك لما بنجي نوصف العدسة المقعرة بنقول عدسة رقيقة من الوسط وساميكة من الأطراف لما بتسقط عليها الأشعة بتنكسر وتنفذ متفرقة بهذا الشكل بحيث امتداد الأشعة المنكسرة لو أنا مديت الشوعة المنكسر إيه اللي هيحصله هيتجمع في البقرة وفي الحالة دي بنقول عليها بقرة تقدري يبقى عدسة رقيقة من الوسط وساميكة من الأطراف ده سقوط الأشعة الضوئية وطبعا جاي من المصدر دوي بيكون متوازية بيحصل لها هيب تتفرق امتدادها بيتجمع في نقطة بسميها البقرة وفي الحالة دي البقرة دي بيكون بقرة تقديرية لأنها تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة المنكسرة لو حطيت ورقة عند البقرة هنا وعرضنا أشعة الشمس العدسة مقعرة وحطينا ورقة عند البقرة إيه اللي هيحصل للورقة مش هتحترك ليه لأن هنا مفيش مصدر للأشعة كلها عدت الناحية التانية واللي عندي دي البقرة هنا تعتبر بقرة تقديرية نتجة من تلاقي امتدادات الأشعة ده عندنا شكل تركيب العين وده عدسة العين وهنا زي ما احنا شايفين هيبقى في بعض عيوب الإبصار أيضا بيقول العدسات مستخدمة في عدسة عندنا اللي هي العدسة الموجودة في باب المنزل بتخليك تشوف الأشخاص الموجودين قدامنا بهذا الشكل بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا ونبدأ نشوف عندنا حالات تكون الصور في العدسة المحدبة لكن طبعا تحدثنا عنها الحلقة الماضية وزي ما احنا شايفين عندنا عشان نعرف أماكن تكون الصور وان عندنا لازم أعرف مصاري الأشعة الساقطة على العدسة المحدبة أول مصاري عندنا أول حاجة عندنا بالنسبة لي لو الشوع سقط قلنا عندنا سقط موازي للعدسة أو أول شوع بنقول سقط مر بالمركز البصري بينفز على استقامته دون أن يعاني أي انكسار يبقى احنا عندنا بهذا الشكل لو انا عندي العدسة المحدبة اهو قلنا عدسة سميكة من الوسط وركيقة من الأطراف النقطة اللي في النص دي بقول عليها نقطة سات هنا هيبقى عندي به وهنا ميم وطبعا المسافة دي لازم تساوي المسافة دي وهنا به وهنا ميم المسافة دي بتساوي المسافة دي وكل مسافة من دول بقول عليها بعض بقر الشوع أو المستقيم الساقط مر بالمركز البصري بينفز على استقامته دون أن يعاني أي انكسار وده أول شوع بنرسمه لما بنجي نحدد أي جسم عندنا طيب نبدأ نشوف عندنا أول شوع على الشاشة الشوع لو سقط موازي للمحور الأصلي للعدسة المحدبة بينفز مر بالبقرة بهذا الشكل شوع سقط موازي ينكسر مر بالبقرة رقم اتنين عندنا الحالة التانية الشوع الساقط بالبقرة إيه اللي هيحصل له؟ هينفز منكسرا أو ينفز منكسرا موازيا للمحور الأصلي الحالة التالتة عندنا وهو الشوع الساقط مر بالمركز البصري بينفز على استقامته دون أن يعاني أي انكسار وهنا بنعتبر هذا الشوع بيسقط عمودي على المركز البصري ولذلك لا ينكسر نيجي عندنا بالنسبة لي حالات أو خواص الصور المتكونة بالعدسة المحدبة هذا الخواص قلنا بتعتمد على بعد الجسم عن العدسة كل ما الجسم بعد عن العدسة كل ما كان الصورة بتاعته صغيرة وقريبة من العدسة لو الجسم قرب الصورة تبعد طبعا أنا عند العدسة فالصورة هتتكون الناحية التانية من العدسة الجسم يقرب الصورة تبعد وتكبر فنشوف عندنا لما يكون الجسم على بعض أكبر من ضيع في البعض البقري يعني فين الجسم قبل نقطة ميم نبص مع بعض كده هذا الشكل بتاعي بهذا الشكل هذا عند المركز البصري والبقرة الجسم على بعض أكبر من ضيع في البعض البقري الصورة بتاعتي بياخد شعيع مر بالمركز البصري بينفز على استقامة واخد شعيع موازل المحور الأصلي ينفز منكسرا مرا بالبقرة مكان تقاطع الأشعة المنكسرة عندي بتتكون الصورة الصورة بتاعتي ايه خواصها؟ صورة حقيقية مقلوبة مصغرة مكانها فين؟ بين البقرة وبين مركز التكور يبقى على بعض أكبر من ضعف من البعد البقري وأقل من ضعف البعد البقر يبقى هنا لازم اعرف ايه خواص الصورة؟ واعرف مكان الصورة موجود فين خواص الصورة حقيقية مقلوبة مصغرة مكانها فين؟ بين به وميم البيه احنا اتفقنا ان المسافة لغاية البيه بسميها البعد البقري وميم بسميها ضعف البعد البقري بذلك هو موجود على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري الحالة اللي بعد كده قلنا حالة التوازن اللي هي إيه بقى عندنا؟ الاتنين بيساوي بعض لو الجسم عندنا حطيته على بعد يساوي ضعف البعد البؤري يعني هحطه عنده نقطة ميم تعالوا ما نشوف إيه اللي هيحصل أهو الجسم عنده ميم صورتي هتتكون عنده ميم خواص الصورة عندنا طبعا بيطلع شعاع مرة بالمركز البصري والشعاع الثاني موازن محور الأصل بينكسر مرة بالبؤرة الصورة بتاعتمالها حقيقية مقلوبة مساوية للجسم لو الجسم طوله 6 سنطي الصورة طولها 6 سنطي الجسم طوله 12 سنطي الصورة طولها 12 سنطي مكانها فين الجسم عند ميم صورته عند ميم يبقى هنا الجسم قرب شوية الصورة بعدت بقت عند ميم كانت الأول بين به وميم دلوقتي بقت عند ميم الميم كانت مصغرة دلوقتي كبرت شوية فبقت قد الجسم يبقى هنا حقيقية مقلوبة مساوية مكانها فين عند مركز التكور أي عند ميم الحالة الثالثة عندنا الجسم بدأ يقرب فبقى فين هيبقى مكانه بين البقرة ومركز التكور يعني على بعد أكبر من البعد البقري وأقل من ضعف البعد البقري هاخد أول شعيع مر بالمركز البصري والتاني موازل المحور الأصلي بينكسر مرا بالبقرة مكان ما بيتقطع الأشعة المنكسرة بتتكون عند الصورة إيه خواص الصورة؟ أول حاجة بيقول لي صورة حقيقية وشبك فيها كلمة مقلوبة يبقى حقيقية مقلوبة أبص على حجمها الصورة هنا أكبر من الجسم دايما أنت بترسم على الصورة الكراسة هتلاقيها معدية السطر اللي أنت بترسم عليه فهنا الصورة مكبرة يبقى حقيقية مقلوبة مكبرة الجسم كان عند ميم صورته عند ميم وأد بعض الجسم لما أقرب من العدسة الصورة بعدت وكبرت الحالة اللي بعد كده عندنا مكان الصورة هيبقى على بعض أكبر من ضعف البعد البقر يعني أكبر من نقطة ميم الجسم عندنا ودي حالة موجودة في العدسة لكن مش موجودة علينا في المرآة لما يبقى الجسم موجود عند البقرة ايه اللي هيحصل عندنا؟ اول شعاع هاخده مر بالمركز البصري بينفز على استقامته الشعاع التاني موازل المحور الاصل بينكسر مر بالبقرة هنا لو مديت الاشعة سواء مئين شمال او للامام والتحت الاشعة لن تتقاطع ابدا وبذلك في هذه الحالة لا تتكون صورة للجسم لا صورة حقيقية ولا صورة تقدرية علل لي ما يأتي لا تتكون صورة للجسم الموضوع في بقرة العدسة المحدبة ليه؟ لان الاشعة المنكسرة تنفذ متوازية لا تتقاطع ابدا عاملة زي القضيبين بتوع القطر او شيرتين القطر تروح يمين تروح الشمال تاخدهم من القاهرة الاسكندرية عمره ما يتقاطعوا الاتنين مع بعض ليه؟ لانها تكون متوازية اخر حالة عندنا بالنسبة ليه؟ هنا مش هتتكون صورة الحالة اللي موجودة عندنا لما يكون الجسم على بعد اقل من البعد البقر ايه اللي بيحصل عندنا؟ اذا الجسم عنده على بعد اقل من البعد البقر يعني بين به وساط هياخد شوعة مرة بالمركز البصري شوعة التاني بيسقط موازل المحور الاصلي ينكسر مرة بالبقرة دايما انت بترسم هتلاقي هنا فتحة عاملة زي السبعة كده من هنا شوعة الاتنين اكبر ومن الامام بيضيقه فهنا بعمليه بمد الأشعة على استقامتها وانا دايما لما بتمد دايما تاخد جزء من الشعاع المنكسر عشان ما يجيش من هنا وتاخد تبص تلاقي المسترة قلبت منك فهتبقى شكل الرسمة مش مزبوط امد الأشعة مكان ما هتتقطع الأشعة بيكون عندها الجسم الصورة هتكون الصورة عندها ايه خواص الصورة عندنا هنا شايف الصورة معتادلة الراس فوق والراس فوق يبقى صورة دي ايه انا مديت الأشعة يبقى الصورة بتاعتي صورة تقديرية ليه لانا مديت الأشعة على استقامتها يبقى صورة تقديرية معتادلة اهو الراس فوق الراس فوق وحجمها ماله مكبرة طب موجودة فين الصورة موجودة امام العدسة او في نفس جهة الجسم ودي الحالة اللي بيستخدمها حاجتين اتنين او شخصين اتنين بيجي استخدموها او الشخص عندنا الراجل اللي بيصلح الساعات بيرتدي دايما عدسة على عينه عشان تكبر له اجزاء الساعة الصغيرة اللي موجودة دي او الراجل الجواهرجي لما بيجي يشوف الختم اللي موجود على الحاجة الدهب لو انت معك او ماما معها اي حاجة موجودة دهب بيبقى عليها الختم بتاعها او الدمغة بتاعتها فيبدأ يشوف الختم ده فلازم يكبره فهنا بيكون الجسم على بعد اقل من البعد البقر في عندنا بقى خواص الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة هي حالة واحدة زيها زي المرآة المحدبة نفس الصورة بتاعتها يبقى العدسة المقعرة بتعمل عمل المرآة المحدبة ولكن المرآة بتعكس اما العدسة بتكسر الاشع ده الجسم عندي مهما الجسم يتحط في اي مكان الصورة بتاعته باخد شوعة مر بالمركز البصري الشوعة التاني بيسقط موازل المحور الاصلي بينكسر ولكن هنا بقى الانكسار بيختلف بينكسر بحيث امتداد الشوعة ده هو اللي هيمر بنقطة به يبقى الانكسار هنا هيخرج منكسر ولكن امتداد الشوعة لازم يمر بنقطة به مكان تقاطي الشوعة ده مع المحور هتيبقى الصورة بتاعتي وبالتالي الصورة تكون تقديرية معتدلة مصغرة يبقى عندنا المرآة المحدبة والعدسة المقعرة دائما لاتنين الصور متكونة بهم هما لاتنين تقديرية معتدلة مصغرة المرآة المستوية الصورة بتاعتها تقديرية معتدلة مساوية للجسم اما المرآة المقعرة والعدسة المحدبة معظم الصور بتكون صور حقيقية الا في حالة واحدة اذا وضع الجسم على بعد اقل من البعد البقري تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة ده عندنا بالنسبة ليه الكلام طيب عندنا في عيوب من عيوب الابصار ولكن قبل ما هنشوف عيوب الابصار هنحاول نشوف عندنا حاجة معينة بالنسبة ليه الشخص السليم عندنا اي شخص سليم الرؤية بيعمليه الشخص ده بيشوف الاشياء على بعد اقل بعد عين تشوف الحاجة دي بوضوح هو 25 سنتي واقصى بعض عين تشوف عليها هو بالنسبة لي الكلام ده هو كام 6 متر لو جينا دلوقتي عندنا ونشوف مع بعض الفيديو اللي بيوضح لي العين البشرية الموجودة عندنا اول حاجة عندنا بالنسبة لي العدسة او عندنا عدستين اتنين زي ما احنا شايفين بهذا الشكل نرجع على الحتة دي شوية دول العدستين الاتنين دي العدسة المقارة ودي العدسة المحدبة ودي العين البشرية لو جينا العين بتاعتنا او زي ما احنا شايفين طبعا العين هنا تشوف التركيب بتاعها الجزء الاولان اللي طلع ده ده بنسميه القرانية ودي مادة شفافة بتبقى شفافة رقم اتنين بيبقى ورا القرانية عندنا ده بالنسبة لي بنقول عليها القزحية الحدقة العين والجزء الملون التاني اللي بيبقى حواليها الاكبر ده بيبقى الحدقة العين وفي عندنا القذحية وزي ما احنا شايفين عندنا حدقة العين بتتسع مع الضوء لو الضوء الشديد بتديا لو الضوء إليه بتتسع هنا دي العدسة ودي العضلات ودي العضلات بتلعب دوره مهم جدا انها بتنقبض وتنبسط فبتكيف شكل العدسة بحيث ان عينك تبدأ تتكيف مع الصورة او الجسم الموجود يعني هنا الفازر موجودة لو بعدنا الفازر موجودة الصورة كونت على المنطقة دي بسميها الشبكية ودي فيه مستقبلات بصرية طب لو قربنا الجسم كده العضلات بتبدأ تكيف العدسة بحيث ان الصورة برضو تتكون على الشبكية ده بالنسبة ليه بيبقى عند السن لغاية سن الشباب لغاية سن الاربعين او الخمسة واربعين او لغاية الخمسين بعد ذلك العضلات دي بتضعف وبذلك بيصاب معظم الناس بعد سن الخمسين او قبل سن الخمسين بما يسمى عيب طول النظر احنا شايفين الصورة كونت صورة حقيقية مكلوبة مصغرة بعد ذلك بيقوم العصب البصري بنقل الصورة الى المخ المخ يعمل ايه بقى يترجم الصورة يعني ايه يقلب الصورة يعدل الصورة يديها الحجم الطبيعي ويديها الالوان الطبيعية ده المسافة هو لما قرب الرجل الشخص معدش شايف هنا بعدها الرؤية واضحة المسافة دي بالنسبة له ما بين الكتابة اللي مكتوبة وما بين عينيه خمسة وعشرين سنتي يبقى اقل مسافة يمكن عندها الرؤية هي خمسة وعشرين سنتي واقصى مسافة العين تشوف عندها الحاجة بوضوح هي ستة متر يبقى هنا زي ما احنا شايفين دلوقتي هتطلع لمسافة خمسة وعشرين سنتي وهنا المسافة اللي موجودة احيانا نتيجة لزروف معينة زي ما احنا شايفين هنا اصبحت الرؤية غير واضحة مشوشة او مشوهة نتيجة ايه بقى عيوب الابصار عيوب الابصار عندنا هو طبعا هنا فيه اربع حاجات لكن احنا عندنا هما الاتنين دول اللي موجودين عندنا اول عيب اللي احنا بنسميه او المقرر اللي عندينا بنسميه طول النظر وليس بعض النظر بقى عليه طول النظر ايه بقى عندنا طول النظر اهو لو هنا بصينا المصاب به او عيب بصري يرى الاشياء البعيدة بوضوح والقريبة مشوهة والصورة بتتكون خلف الشبكية زي ما احنا شايفين العلاج بقى هنا او ايه السبب شايفين كتر كرة العين اقل من اللازم فيبدأ الدكتور يجرب عدسات محدبة الغيب ما يجمع الضوء بحيث ان الصورة تسقط على الشبكية العيب التاني عندنا بنول عليه بقصر النظر المصاب به يرى الاشياء القريبة بوضوح اما البعيدة يراها مشوهة الصورة بتتكون فين تتكون امام الشبكية فالصورة هنا زي ما احنا شايفين بيبدأ طبعا كتر كرة العين بيكون اكبر اهو شايفينها بيكون اكبر من اللازم او العدسة محدبة هنا فبيبدأ الطبيب بيستخدم عدسة مكعرة وبيبدأ يغير العدسات لغاية ما يشوف الوضع اللي موجود عندنا ده اللي انا لسه بتكلم عليه ان هو ده بيصيب الاشخاص بعد سن الخمسين نتيجة لكبر السن العضلات ما بتبقاش قادرة على انها تكيف وبالتالي بيبدأ الاشخاص عندنا زي حالتنا كده بنبدأ عشان نشوف الحاجة بوضوح بنبدأ نعمل ايه نبعيدها هكذا فانت لو بسيت ولقيت شخص بيعمل حاجة كده عشان يشوفها يبدأ عنده ايه عنده طول نظر بيقرب الحاجة من عينه يبقى عنده كسر نظر بالنسبة عندنا لطول النظر وكسر النظر عندنا فيه اسباب موجودة ونبدأ نشوف عندنا ايه هي الاسباب الموجودة والاسباب وكيفية العلاق رقم واحد عندنا زي ما قلنا هناخد اول عيب دي بنقول عليها عيوب الابصار ولاست امراض هي عيوب ايه عندنا كسر النظر خلي بالكسر النظر في حرف القاف فمعظم حاجاته هيبقى فيها قاف يبقى كسر النظر بيرى الاشياء القريبة بعالجه هنا اهو بيرى الاشياء القريبة لو بصينا عندنا كسر النظر عندنا ايه هو عيب بصري المصاب به بيرى الاشياء القريبة بوضوح يبقى قاف قاف وأما الأجسام البعيدة يراها مشوه رقم اتنين عندنا إيه الأسباب اللي قدت السبب عكس اسم المرض قصر النظر إيه سببه عندنا رقم واحد بيقول لي كده عندنا زيادة طول قطر قرة العين يعني إيه معنى الكلام ده يعني إحنا لو بصينا الشخص السليم عينه كده لو قلنا القطر بتاعه الشخص اللي عنده قصر نظر بتبقى العين بتاعته كده قطر قرة العين أطول من اللازم أو أكبر من اللازم تقوم الصورة لما العدسة هنا الصورة هتتكون فيه هتتكون أمام الشبكية الجزء اللي ورده ده اللي بنقول عليه الشبكية وده طبعا اللي بيجعل الإنسان يرى لأن فيها مستقبلات وخلايا حسية وعصبية بتستقبل الصورة المتكونة ده السبب الأولين السبب الثاني عنده زيادة تحده بعد ستلعين يعني الشخص السليم لو قلنا العدسة بتاعته بالشكل ده هنا في قصر النظر هلاقي العدسة بقية محدبة تحده بها زاد ولما التحده بيزيد قلنا البعد البقري بيقل فالصورة تتكون فين تتكون هنا كده طبعا هنا ده بيبقى السببين اللي بيقدوا إلى قصر النظر عشان كده دايما الشخص اللي عنده قصر نظر بيعمل إيه احنا قلنا كل ما الجسم يقرب الصورة تبعد فهي الصورة قبل الشبكية تليه دايما عمال يقرب يقرب عشان الصورة تبعد 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 لغاية ما يقرب لمسافة معينة الصورة جات على مين على الشبكية فيبدأ يشوف يبقى دول الأسباب يبقى السبب عكس لإسم المرض الكسر سببه زيادة زيادة طول كتره كرة العين أو زيادة تحده بسطحي عدسة العين إزاي الصورة بتتكون فين عندنا في قصر النظر زي ما قلنا الصورة تتكون قبل الشبكية أو أمام الشبكية أهو أو الأم أمام أو قبل الشبكية زي ما احنا شايفين الصورة تكونت عالج إزاي بقى قصر النظر كاف فيها كاف يبقى يعالج بعدسة مقعرة إيه السبب عندنا إن إحنا بالعالجوا بعدسة مقعرة بيقول كده لأنها تفرق الأشعة الضوئية قبل دخولها العين لما الأشعة تتفرق تقوم تبعد شوية تقوم لما تسقط على العدسة تتكون الصورة على الشبكية يبقى العلاج باستخدام نظرات طبية زيادة عدسات مقعرة تفرق الأشعة الضوئية قبل دخولها العين فتتكون الصورة عند الشبكية أو على الشبكية العيب التاني عندنا هو طول النظر إيه هو طول النظر عيب من عيوب الإبصار بيجعل الشخص المصاب به بيرى الأشياء البعيدة بوضوح أما الأجسام القريبة يراها مشوهة إيه السبب عندنا؟ قلنا السبب عكس اسم المرض الطول هيبقى سببه إيه؟ نقص يبقى أول حاجة عندنا نقص طول كتره كرة العين كرة العين زي ما احنا شايفين قلنا العين الطبيعية اللي في النص لو بصينا كده هلاقي عينه بقت بالشكل ده الكتر بتاع عينه إيه؟ صغير يبقى هنا ده قصر هنا طول نتيجة للكلام ده عندنا الصورة بتتكون فيه انت تتكون خلف الشبكية السبب التاني عندي هيبقى برضو نقص تحده بسطحي عدسة العين نتيجة للكلام ده البعد البقري بتاع العدسة بيكون كبير فتتكون الصورة فين يبقى مكان تكون الصورة خلف الشبكية طب هو عايز يجيب الصورة قدام الشبكية فبيعمل إيه؟ يبدأ يبعد الحاجة عن عينه كل ما يبعد الجسم الصورة تقرب الصورة كتورة هو يبعد الصورة تقرب تقرب لغاية ما تيجي على الشبكية يبقى اللي بيبعد ده عنده طول نظر اللي بيقرب عنده قصر نظر طب أعالجه إزاي؟ أنا عايز أجيب الصورة اللي ورا دي أطلحها قدام يبقى بيعالج بإيه؟ بارتداء نظارات طبية ذات عدسات محدبة ليه عدسات محدبة؟ لتعمل على تجميع الأشعة الضوئية قبل دخولها العين فتتكون الصورة عند الشبكية أو على الشبكية في عندنا بقى نتيجة للتقدم والتطور العلمي فبقى بعض الأشخاص بيتدهي إنه لابس نظارة فبدأ العلماء يصلوا إلى ما يسمى بيه العدسات اللاصقة إيه بقى معنى العدسات اللاصقة؟ هي عبارة عن عدسات رقيقة جداً من البلاستيك الشفاف سموها لاصقة ليه لأنها توضع ملاصقة لقرانية العين يبقى هنا بتوضع كده بيحطها على قرانية العين وطبعاً لها احتياطات كتيرة ولها محالين معينة لازم تعقم فيها ولها احتياطات معينة ده بالنسبة ليه العدسات اللاصقة ودي بتستخدم كبديل للنظارات الطبية زي ما احنا شايفين ههو الصورة بتاعتها دي بالنسبة ليه العدسات اللاصقة وازاي بيحطها ملاصقة على قرانية العين ودي تستخدم بديلاً ليه النظارات الطبية لعلاج ما يسمى عيوب الإبصار نيجي عندنا بقى ليه عندنا مرض احنا قلنا دول عيوب أما فيه عندنا مرض بيسمى مرض المياه البيضاء أو ما يسمى بيه الكتركت ايه هو الكتركت؟ هو مرض يصيب العين فيسبب اعتام عدسة العين طب لما العين تبقى معتمة ايه اللي هيحصل لن يستطيع الشخص الرؤي احنا قلنا العدسات هي وسط شفاف يعني ايه شفاف يعني وسط بيسمح بنفاذ الضوء المرض ده عمل ايه في العدسة خلى العدسة تتحول من وسط شفاف الى وسط معتم يعني ايه وسط معتم يعني لا يسمح بنفاذ الضوء مش هتشوف وراه وبالتالي ما هذا المرض يسمى بمرض المياه البيضاء ايه اسباب المياه البيضاء او مرض الكتركت عندي اربع اسباب اول سبب عندنا الاستعداد الوراثي بعض الاشخاص بيكون عندهم امراض وراسية بتؤدي الى ذلك رقم اتنين كبر السن او ما يسمى بيه الشيخوخة يعني دايما بتيجي عند الناس الكبار العواجيز اللي زي حالتنا كده ثلاثة التأثيرات الجانبية للعقاقير كلمة عقاقير يعني ادوية احيانا بيبقى بعض الاشخاص مصابين بامراض معينة والطبيب بيلجأ الى وصف دواء معين ما عندهش غير الدواء ده وبالتالي بيكون هذا الدواء له اثار جانبية اخر حاجة عندنا الاصابة بعض الامراض خاصة مرض السكر ازاي بيعالج هذا المرض بالتدخل الجراحي بيبقى بجراء عملية جراحية بيستبدل الطبيب بيشيل العدسة بتاعت العين ويستبدلها بعدسة بلاستيكية هذه العدسة تزرع على الدوام بعكس العدسات اللي صيق يبقى شال العدسة الاصلية وحط بدلها عدسة بلاستيكية بتزرع في العين على الدوام طيب العدسة دا هتعمل ايه بتعيد الرؤية افضل مما كانت عليه قبل اصابته به مرض المياه البيضاء بكده نكون انتهينا من الوحدة الثانية ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نبدأ في موضوع الكون ابناء وبناتي حتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته